وقع اتحاده مجالس الدولة والمحاكم العلية الإدارية الإفريقية برئاسة المستشارة عدل فهيم محمد عزب والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدخدور إسماعيل عبدالغفار وقع بروتوكول تعاون بشأن أعمال التحول الرقمي لأنشطة الاتحاد يشمل هذا البروتوكول تطوير نظم العمل القائمة واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة الأعمال داخل مجلس الدولة وذلك تماشيا مع التوجيهات الرئاسية لتفعيل دور الاتحاد في تحقيق التكامل المنشود بين الجهات القضائية الإفريقية وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري كل الفخر والاتزاز يعني النهاردة يتم تجديد توقيع بروتوكول مع مجلس دولة المصري للمرة الثالثة وده يعني يؤكد فعلا نجاح الأكاديمية في دورها كاستشاري لواحدة من أهم المشروعات اللي بتتم في تاريخ مجلس الدولة وهو التحول الرقمي طبقى لتوجهات القيادة السياسية طبعا شكرا جزيلا مجلس الدولة لإيمانه بهذا التطور وهذا التطوير إقامات عظيمة فعلا بتحتاج التكنولوجي والرقمنة كما دائما يعني يوجه ويصر سيادة رئيس عفتاح السيسي فالنهاردة الأكاديمية الحمد لله للمرة الثالثة يتم تجديد توقيع بروتوكول عشقات القريبة بإذن الله تعالى نفتتح فعلا واحد من مشروعات الحلم في الرقمنة اللي بيساعد مجلس الدولة فعلا في القيام بدوره حبينا يكون فيه نظام رقمنة وما يكان العمل الاتحاد بالكامل ده حيسهل علينا جدا القيام بأداف الاتحاد حيال الاتحاد ده يعتبر أحد مظاهر قوى النعمة في أفريقيا بالنسبة لمصر مصر اللي حيبتسع عليه المادة الأفريقية دايما في الفترة الحالية بالذات ولقينا أن برضو التواصل مع هذه الدول والاندماج معها بخصوص العمل القضائي ده مهم جدا على وشك التشغيل التجريبي للبرنامج التقاضي الإلكتروني خلال أيام إن شاء الله وده هيبقى نقلة كبيرة جدا في تاريخ مجلس الدولة يعني هيوتح للمواطن العادي أنه يقيم الدعوة عن بعد وإدعاء المشتندات فبصراحة الأكاديمية قدمت خدامات التشارية كبيرة جدا وما زلنا لحد الآن بنتعاون وإن شاء الله نشوف حاجة كويسة بإذن الله في القرائب إن شاء الله